افتتح اليوم وزير المعادن والجولوجيا اودنغار دافيد اعمال الورشة التدريبية حول فنون التفاوض في مجال التعدين واستغلال النفطة وذلك بحضور وزير البترولي والطاقة بشير ماده وأمينة الدولة في المالية والميزانية وممثلة الاتحاد الافريقي هارون أباد متفاصيل بدعم من اللجنة الاقتصادية للاتحاد الافريقي وبرنامج الامم المتحدة للتنمية تجيء هذه الورشة التدريبية التي تهدف إلى تقوية كفاءات المشاركين حول فنون وطرق التفاوض في مجال التعدين واستغلال النفطة وفي بداية الحفل الافتتاحي تحدثت رئيسة مكتب السكرترية التنفيذية للاتحاد الافريقي سعاد عدن وثمان التي قالت إن القادة الأفارق التعهد منذ عام 2009 بوضع استراتيجية جديدة لاستغلال أفضل للموارد الطبيعية خاصة المعادن والبترول ومراجعة نصوص الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية وأن الشات تظهر بثروة هائلة يجب استثمارها بشكل يضمن التنمية المستدامة وأن الاتحاد الافريقي يسعى دوما إلى دعم الحكومات لتمكينها من أجل النهوض في شتى المجالات أما المنصق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فقد أكد أن هذه الورشة هي سانحة للخبراء الوطنين في مجال المعادن والطاقة لتلقي المعلومات والتقنيات التي تمكنهم في آداء عملهم وخاصة في فن التفاوض مع المستثمرين بهدف التوصل إلى أهداف الألفية من أجل التنمية افتتح الورشة رسميا وزير المعادن والجيولوجيا أودنجار دافيت الذي أثنى على جهود وضعي مشروع الصناعات الاستخراجية الذي يسعى إلى دعم الحكومات الأفريقية في مجال تطور استثمار المعادن والطاقة وأن البلاد تبطن ثروة معدنية هائلة يجب استغلالها من أجل رفع مستوى الاقتصاد الوطني وأن هذه الورشة تزامنت مع أزمة مالية خانقة لذا دعا الوزير المشاركين إلى الاهتمام بمحاول الورشة والخروج بخطط قابل للتنفيذ على أرض الواقع مشروع الصناعات الاستخراجية يشمل خمس دول إفريقية وهي الكاميرون وغيني الاستوائية والناجر والكونغو والشات